اشتركوا في القناة الى سنن ابن مادة حتى لا نضيع سنن ابن مادة ابواب الفقراء باب من لا يؤبه له في الوقت فيها ضعف طبعا فيها اكثر من راوي ضعيف عن معز بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك عن ملوك الجنة قلت بلى قال رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبر له لو أقسم على الله لا أبره وفي الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أم بكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ألا أم بكم بأهل النار كل عطل جواض مستكبر العطل هو الغليظ شفى الله يعلم ماذا قال قال فبما رحمة من الله لنت له فبما رحمة من الله لنت له ولكنت فضلا ولذلك قال لن فضوا من حولك الحمد لله أحبك الله حبتنا فيه رجل لانك وسزحمة والجواض هو الجموع المنوع بخيل جدا جماع جدا وهذا يجمع الحياة لتقرصه ويضيع حياته هباء منثورة وفي رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أغبط أن أغبط الناس عندي أن أغبط أن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة غامض في الناس غير معروف مجهول غامض في الناس لا يؤبأ له كان رزقه كفافة وصبر عليه عجلة منية وقال وقل تراثه وقل البواكي سبحان الله وفي رؤية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الحديث ضعيفة إلا حديث العتل الجواض وفي رؤية أيضا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البذاتة من الإيمان قال البذاتة القشافة يعني التقشف وفي رؤية فيها شهر بن حوشف وهي ضعيفة أيضا عن اسمها ابن تهزيد أنا سمعت رسول الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل نعم هذا الحديث بأسريان تتكلم عن أن أهل الجنة هو كل ضعيف متضاعف كل ضعيف متضاعف وأيضا هنا قال كل ضعيف متضاعف ذو تمرتين الحق أنهم يقصدون بالضعيف المتضاعف هنا ليس الأبلة وليس بهلول كما في الأحديث الضعيفة بل الضعيف المتضاعف هنا المقصود به رقيق القلب رقيق القلب ولأن رقة القلب تؤدي إلى رحمة البشر رقة القلب تؤدي إلى رحمة الخلق تؤدي إلى رضا الرب سبحانه جل جل في أولاد يدخل جنة أناس أفئدتون كأفئدة الطي توكلا ورقة ورحمة قال أن السلام يدخل جنة كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا هذا صدوق اللسان فما مخموم القلب قال القلب التقي النقي الذي لا يحمل يعني لا بغي فيه ولا حسد فقلبه النقي قلبه الرقيق قلبه يرحم وصاحبه يرحم عباد الله فلا وإنما يرحم الله من عباده الرحمة لما قبل سلام أسامة والحسن جاء الأقرى ابن حابس قال لي عشرة من الوالد ما قبلت واحدا منهم قال ما أفعل لك إن نزع الله إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة وقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحمة أيضا كل ضعيف متضاعف يعني مال بجمعية قلبه لله يرى الكل عليه ضعيف لا يأخذ حقه ولا يستطيع فيتظلم لربه فقط فتراه فتراه متمسكنا متضرعا وتراه رافعا يده إلى الله جل في علا قلبه يميل إلى الله يقول إن سدت الطرق وأوصدت الأبواب إلا بابك أنت وكان خالصا مخلصا لله جل في علا هذا صاحب الجنة لذلك قال لو أقسم على الله لا أبره هذا الحال الذي مال بجمعية قلبه لربه جل في علا وروحه متعلقة بالسماء وبدنه فقط في الأرض هذا الذي إذا أقسم على الله أبره كان صادقا مصدقا كأنس بن الناضر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله كتاب الله القصاص النفس بالنفس قال والسن بالسن والعين بالعين قال والله لا تكسر ربعية الربيع يا رسول الله فراضي أولياؤها بالفدية بالدية بالدية فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ولذلك البراء كان كذلك ولما قالوا له استعصت عليهم اليمامة فقالوا له يا براء ادعو الله لنا براء بن مالك فرفع عادي وقال إنهم إنهم ألزموني بالدعاء اللهم اللهم افتح لنا ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيهم فكان أول قتيل هو البراء بن مالك وفتح الله عليهم القلعة بأسرها لو أقسم على الله لأبره هناك أناس لهم علاقة مع ربهم رقة القلب تجعل وصلا بينهم وغين الله والله يكشف عن سويداء القلب بما فيه من الإخلاص فتكون مكانة العبد وقيمته عند ربي بما في داخله الذي لا يعلمه هو عن نفسه لملك يعلمه ولا شيطان يعلمه وهو الشخص نفسه لا يعلمه عن نفسه والله على يخرج منه هذه هذه الجزيرة التي يحبه الله من العبد في هذا الباب فلو رفع يديه لا يرده خائبا هذا مع النظر على حيي كريم لا يمكن أن يرد سائلا بحال من الأحوال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما يعني خائبتين وأما في قوله البذازة من الإيمان يعني البذازة هي هي أن يكون رس الهياء سوء الهياء والتجوز في الثياب الرجل يعني لا يتقصد ذلك لكن لا يعنيه لا يعنيه لابس لباسا فارها أو لابس لباسا ضعيفا يعني لباس المسكين وهو أصالة يعلم بأن الله يعني جعل جعل قلب النبي يأتي يقول اللهم محين مسكين ومن مسكين وحشرن مع زمنة المسكين داود عليه السلام يأتي إلى طائفة من المسكين فيجلس خلفهم لا أمامهم يجلس خلفهم فيقول ربي مسكين أتى فجالس خلف المسكين لتنظر عليه بعين الرحمن رضي الله عنك محمد عاطف طبعا لا نتقدم من ذلك أنت سيد الأولياء مع الشيخ نصير أيضا اللهم أحشرنا مع زمنة المسكين يا رب العالمين فهنا يكون القلب التقي النقي الذي امتلأ توحيدا امتلأ حبا لله وجمعية القلب تميل للرب وحده لا شريك له والثياب لا تهم النبي سيابا فارها أو لبس ثيابا يعني ليس فارها ليس فيها شيء لو لبس من أجل الجموع كما كان عمر الخطاب قال للنبي سلم وكان النبي سلم يلبس الحلة الحمراء من أجل أن يكون يعني في هيئة الدرس أو العلم أو غير ذلك كما قال عمر الخطاب أيها العلماء عليكم بالبيض فإنه أحب ثياب أثياب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يؤثر في الناس وهذا أيضا كما قلت لا يؤثر في داخلة القلب أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وأثياب وأثوب وحسنا أليس هذا من الكبر قال لا الكبر بطر الحق وضمت الناس فرجل الشريف الفقير الذي تراه متعففا الذي تراه يمترق قلبه عزا وعظمة بالله وحده لا شريك له جمعية القلب تميل للرب فلا يهتم بأمر الدنيا ولا تهمه الدنيا وليس فيها ثمت شيء ليسعى خلف الدنيا ويتعامل معه لذلك لما زهد في الدنيا أحبه الله جل فعلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال البذات من الإيمان آخر حديث وإن كان فيه ضعف قال أنبئكم بخياركم خياركم الذين رؤوا ذكر الله عز وجل وهذا تجده في أولياء الله الصالحين الذين ترهم يعني يذكرونك دائما بالتسبيح والتحميد والتكبير ويذكرونك دائما بالله جل فعلا وأكثرهم في مجالس العلم ترهم يذكرونك بربك جل فعلا أو إن رأيت وجوههم ذكرت الله جل فعلا هذه من عاجل بشر المؤمن لهذا الرجل هذه من عاجل بشر المؤمن هذه علامة من علامات الولاية لله جل فعلا هذا باختصار وابتضاب لأنه أنا متأخر عليهم والحمد لله أن أتم الله علينا النعمة نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر